مجالس الخير فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتكوى جاء المرسلون لهدي الأمم جاء المرسلون لهدي الأمم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشكور في المصادر والموارد وجامع المناقب والمحامد أرحب بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء مجالس الخير يطل عليكم اليوم سنستضي فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي مباشرة على الهواء سيحدثنا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي عن البشارات التي حصلت من الأنبياء عليهم السلام بولادة سيدنا محمد عليه السلام وأيضاً عن البشارات التي حصلت من غير الأنبياء بولادة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أرحب بكل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM وعبر الموقع MFM.org هندي تحييكم من وراء المايكروفون والهندسة الصوتية سنبدأ بهذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا باستيديو إذاعة الجالية الإسلامية السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيكم بارك الله فيك أحببنا أن نستضيفك اليوم لتحدثنا عن أمر مهم جداً وجميل جداً وهي البشارات التي حصلت لسيدنا محمد قبل وبعد ولادته عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نعم نحب أن نبدأ هذه الحلقة بالحديث أولاً عن صفات الأنبياء بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا قرة عيني ويا حب فؤادي يا محمد ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا يا رسول الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن يجعل صلاتنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة تقربنا إلى الله تبارك وتعالى وتفرج بها الكرب عن المسلمين إن شاء الله عز وجل الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وقال تعالى أيضا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالله تعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة فكان في بعثة الأنبياء مصلح ضرورية لحاجة العباد لذلك تفضل الله بها على عباده من غير وجوب عليه لأن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء الله تعالى يتفضل علينا بالنعم برحمة منه ومن منه وفضل منه وليس أي شيء من ذلك واجبا على الله تبارك وتعالى والأنبياء لأنهم مرسلون من عند الله عز وجل فهم صفوة الخلق اصطفاهم الله عز وجل من بين خلقه من علية القوم كما ورد في الحديث أيضا يختارون من علية أقوامهم فهم صفوة الخلق وهؤلاء بما أنهم صفوة الخلق اصطفاهم الله عز وجل لهذه المهمة العظيمة المباركة أنهم رسل الله وأنبيائه إلى البشر فلذلك لا يوجد فيهم من هو زميم الخلقة يعني خلقته زميمة لا يوجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجهه وأحسنهم صوته كما رواه الترمزي وغيره فآدم عليه السلام هو أول الأنبياء والبشر لم يكن كما يصور في بعض الكتب العصرية ونعياذ بالله أنه كالوحش يأوي إلى الغابات وأنه يمشي عاريا محدود بالظهر وأنه ما كان يحسن الكتابة ونحو ذلك حاشا بل كان جميل الخلقة كما أن كل الأنبياء كانوا جميل الخلقة والشكل ليس فيهم زعاها الإنسان عنده عاها في خلقته ليس فيهم أعرج وليس فيهم كسيح وليس فيهم أعمى أما ما حصل لنبي الله يعقوب عليه السلام من شدة بكائه على ولده يوسف عليه السلام بيضت عيناه من شدة الحزن ثم رد الله تعالى عليه بصره كما ورد في القرآن عندما أرسل يوسف عليه السلام بقميصه من مصر إلى أبيه يعقوب صلى الله عليهما وسلم الله تعالى جعله يشم ريح يوسف فارتد بصيرا من هذا القميص وهذا دليل على جواز أيضا التبرك بآثار الأنبياء وإلا لماذا يفعل يوسف عليه السلام مثل هذا الفعل خلع قميصه الذي كان يلبسه وطلب من إخوته أن يأخذوه وأن يلقوه على وجه أبيهم فيرتد بصيرا وهذا الذي حصل هذا من بركة الأنبياء والله يفعل ما يشاء يعني أحيانا إنسان قد يصاب بصداع في الرأس فيقول يا رب عافني فيتعافى من غير أن يتناول دواء وأحيانا يأخذ الدواء ويقول يا رب عافني فيتعافى أيضا بسبب الدواء الله جعل هذه أسبابا ولا بأس بالأخذ بالأسباب والأنبياء فيهم بركة هم صفوة خلق الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام مثلا عندما كان طفلا وعندما خاف منه فرعون فالتقط الجمرة وضعها على لسانه ماذا حصل له صار عنده عقدة خفيفة في لسانه هذه العقدة لم تمنعه أول شيء من النطق الصحيح بل كان نطقه صحيحا كما قال عليه الصلاة والسناء يعني كان نطقه صحيحا مفهوما ولم يكن ألثغ يعني يبدل حرفا ما كان حرف أو مثلا أردتا ولم يكن أيضا فأفاء كما يقول بعض الناس بعض الناس يظنون يعني كيف الآن يقال عن الشخص أو الولد أحيانا الذي يكون أول ما يتعلم النطق أحيانا قد يردد الحرف عدة مرات هذا الفأفاء يعني قبل أن ينطق بالكلمة فموسى عليه السلام لم يكن هكذا إنما جل الذي حصل كما لو أن الإنسان طلع له شيء على لسانه مثلا هذا الشيء كان يزعجه يضايقه ولكن أما عند النطق نطقه كان صحيحا فصيحا سليما ما كان به ضر ثم بعد ذلك عندما نزل عليه الوحي وصار يدعو يعني الناس لدين الله عز وجل طلب من الله عز وجل قائلا وحل العقدة من لسانه معناه حتى يذهب عنه هذا فانحلت هذه العقدة التي كانت الخفيفة وهي كانت سببا لنجاته في الصغة وأن لا كان فرعون ينوي قتله فكانت سببا لنجاته هذه حلت فهذا أسهل له في تبليغ الرسالة أحيانا لو إنسان أراد أن يمشي يمشي ولا يؤثر عليه المشي ولكن هناك من يتعب قليلا في المشي وهناك من لا يتعب مثل ذاك ولكن هذا يمشي وهذا يمشي يعني موسى عليه السلام كباقي الأنبياء نطقه صحيح فصيح مفهوم ولكن كانت عنده هذه العقدة تزعجه فطلب من الله عز وجل أن تحل وهذا الذي حصل ثم العلماء ذكروا في كلامهم عن الأنبياء الصفات التي تجب للأنبياء كالصدق فيستحيل على الأنبياء الكذب فلا يوجد بين الأنبياء من يكذب لأن هذا ينافي منصب النبوة إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام الصغيرة وترك الصنم الكبير إهانة له ووضع الفأس على رقبته فعندما جاءوا قالوا من فعل هذا يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ماذا أجابهم كما أخبر الله في القرآن بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون هذا في اللغة يعني ليس كذبا يعني هذا صدق من حيث الباطل ومن حيث الحقيقة ليس فيه كذب لأنه كبير الأصنام هو الذي حمله على أن يكسر الأصنام الصغيرة لماذا؟ كانوا يهتمون بتجميل هيئته وصورته فمن شدة اغتيازه منه كسر الأصنام الصغيرة فبكون هو الصنم الكبير الدافع لإبراهيم عليه السلام لتكسير هذه الأصنام يعني هو فأسند الفعل إليه فأسند الفعل إليه وهذا يقال له إسناد مجازي فقال بل فعله كبيرهم هذا بيكون معناه كبيرهم هذا هو الذي حملني على أن أكسر يعني هو السبب فيكون هذا هو المراد فهذا ليس كذبا يوجد هذا الإسناد المجازي يستعمله الإنسان في بعض التعابير اللغوية هذا شيء معروف للإسناد المجازي نعم ما فيه شيء اسمه كمانا استعارة أحيانا بقوله مثلا جاءت الشمس أو يعني مثلا قد استعملت دخل القمر فمرادهم هذا ليس مرادهم الحقيقة مرادهم مجاز فاللغة العربية فيها بلاغة والقرآن هو أفصح الكتب أكيد يعني والبلاغة التي فيه يعني لا تضاهيها بلاغة في أي كتاب من الكتب فإذا هذا ليس كذبا إنما هذا من باب الإسناد المجازي من صفات الأنبياء كذلك الفطانة يعني الزكاء فيستحيل عليهم الغباوة لأن الغباوة أيضا تنافي منصب النبوة وتنفر الناس منهم والله تعالى حكيم لا يفعل ذلك يعني الإنسان إذا كان عنده شركة في الدنيا وأراد أن يرسل مندوبا عن الشركة ليسوق لمنتوجاتها أي شخص عنده أقل مفهوم للحكمة يقول يرسل أحسن من عنده الذي هو يستطيع أن يمثل الشركة بالطريقة الأمثل والأحسن بحيث يتقبل هؤلاء الأشخاص منتجات الشركة ونحو ذلك ما بيقول ببعض الإنسان له ما بيعرف يتكلم عن الشركة أو لا يحسن النطق أو نحو ذلك طب يعني أبسط إنسان يقول لابد أن الحكيم يفعل هذا والله أحكم الحاكمين الله تبارك وتعالى لا يرسل إنسان ليبلغ الرسالة فيكون كاذبا ويكون زميم الخلقة بحيث ينفر الناس منه أو أنه مصاب بأمراض تنفر الناس منه مثل هذا لا يحصل لذلك بالعلم الإنسان يعرف أن الأنبياء تجب لهم صفات كالصدق والأمانة كما ذكرنا والعفة والصيانة ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والرزالة والسفاهة والبلاد في الفهم كل هذا يستحيل على الأنبياء والأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها فلما رأى إبراهيم عليه السلام الكوكب وكان يحاول أن يقيم الحجة على قومه كانوا يعبدون الأصنام ويتمسكون بذلك فعندما أقام الحجة عليهم أن هذه الأصنام لا تصلح للعبادة وكان يقول لهم أتعبدون ما لا ينفع ولا يضر وكيف تعبدون هذه الأصنام فمرة ظهر الكوكب فقالوا له هذا ربك فقال هذا ربي هذا يقال له استفهام إنكاريا ماقول هذا ربي مراده هذا ليس ربا كيف تقولون بأنه رب طبعا وهذا في اللغة أيضا معروف الاستفهام الإنكاريا نحن منستعمله بالعامية نستعمله في حياتنا اليومية يعني لو شخص مثلا استعار كتابا منك ثم أراد أن يرد الكتاب أنت كتابك جديد ثم أعطاك كتابا قديما مثله ولكن قديم الأوراق ممزقة فيقول لك خذي هذا كتابك فأنت شي طبيعي ردت لهذا كتابي صحيح يعني ما أدو أن هذا ليس كتابي أنه شتانا ما بين هذا وما بين كتابي هذا يقال له استفهام إنكارك فإبراهيم عليه السلام عندما قال هذا ربي ما أنه هذا ليس ربا انظروا القمر له حجم الشمس لها حجم الكوكب له حجم يتغير ويتنقل من حال إلى حال لذلك كان يقول لهم لا أحب الآفرين معناه لا يصلح هذا للألوهية لأنه يتغير من حال إلى حال وله حد وحجم ومقدار وكل ما كان له حد وحجم ومقدار لا بد أن يكون محتاجا لمن جعله بهذا الحد وهذا الحجم وهذا المقدار والمحتاج يكون ضعيفا والضعيف لا يكون ربا والمحدود لا بد له من من حده بهذا الحد لذلك يقول سيدنا علي رضي الله عنه مصباح التوحيد كان يقول من زعم أن إلهنا محدود فقد جاهل الخالق المعبود ما عرف الله الذي يعتقد أن الله له حجم وجسم وكمية هذا ما عرف الله عز وجل فإبراهيم كباقي الأنبياء الله تعالى أعطاهم الحج والبرهان كما قال الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وأيضا الله تعالى أعطاه الحج وهذه الحجة أنه كان يقيم الدليل على قومه على أن ما يعبدونه من دون الله عز وجل لا يصلح للألوهية فالأنبياء على هذا عندهم هذه الحجة وقال لك يبدو يدافع عن الدين ويبين كذلك الأنبياء لا يقعون في كبائر الزنوب الله عصمهم فلا يقعون في الزنا ولا يهمون بالزنا مثل هذا لا يليق بالأنبياء معاصي الصغيرة التي فيها خصة ودناء مثل سرقة حبة عنب مثلا مثل النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة هذه المعاصي تدل على خصة ودناء وهذه لا تليق في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة أولا لم يكن نبيا وقتها ثانيا ليست كفرا ليست كبيرة وليست صغيرة فيها خصة إنما جل الأمر أنه لم يكن مأذونا بأن يأكل من تلك الشجرة فأكل فهذه معصية تعتبر صغيرة ليس فيها خصة ولا دناء ولكن فورا هو تاب إلى الله عز وجل وهذا حال الأنبياء إذا وقعوا في معصية صغيرة ليس فيها خصة ولا دناء يتوبون فورا أما الكفر هم معصومون منه لا يقعون فيه الله عصمهم من الكفر عصمهم من الكبائر عصمهم من الصغار التي تدل على دناءة النفس مثل هذا لا يحصل من الأنبياء إنما الله تعالى عصمهم وحفظهم لماذا؟ لأنهم مرسلون من عند الله لتبليغ الرسالة يعني لو إنسان معروف عنه مثلا أنه مثل ما بقوله بالعامين السونجي يعني يتتبع النساء ويلاحق النساء ونحو ذلك هذا لو قال للناس أريد أن أدرسكم الدين سأتي إلى بيتكم مين هيأمن له؟ هيقول له أنت إنسان لا نأمن على أزواجنا لا نأمن على بناتنا منك فإذا هذا ينفر الناس من الاستماع إليه فأي أمر أي صفة يعني هي تعتبر تنفيرا لقبول الناس الكلام من هذا الشخص هذه تستحيله على الأنبياء يعني من كل هذا الذي ذكرنا فلا يحصلنا الأنبياء خصة لا يحصل دناء لا يحصل سفاها الذي يتصرف بخلاف الحكمة ويتلفظ بألفاظ قبيحة ويشتم بقوله عنه سفيه مثل هذا لا يحصل من أنبياء الله عز وجل فسيدنا يوسف عليه السلام طبعا لم يهم بالزنا حتى ولا وقع في الزنا هذا يستحيل على الأنبياء فإنما الذي حصل كما أخبر الله تعالى في القرآن وهذا أمر واضح جدا ولقد همت به الهم هو ليس شيئا مخصوصا بالزنا إنما الهم كما عرفه العلماء هو التردد في النفس أفعل لا أفعل ولكن يكون جانب أفعل أقوى أفعل أم لا أفعل بقوله هم أن يلقي بنفسه هم الأب أن يضرب ولده لولا أن تدخل مثلا جاره هم أن يسافر لولا كذا وكذا فإذن الهم هو من شيء مخصوص بأمر الزنا الهم معناه هو تردد في النفس أفعل لا أفعل منها هي كان همها لأجل الزنا ولقد همت به إن دفعت نحوه بقصد الزنا وهم بها يعني هم بضربها هم بدفعها عنه هذا الذي أراده لأنه كل إنسان لو بيتصور هذا السيناريو وهذا الموجود بالقرآن أنه هي غلقت الأبواب ثم اندفعت نحوه بقصد الزنا هو لا يريدها إذا إنسان امرأة اندفعت نحوه اقتربت منه لأجل هذا وهو لا يريدها أول ما يخطر على باله بالفطرة يعني أن يدفعها بيديه هذا أول ما يخطر على باله فهذا الذي هم به يوسف يعني هم أن يدفعها هذا اللي خطر ببيله لأنه هذا شيء طبيعي يعني بالفطرة الإنسان إذا كان لا يريده شيئا بده يدفعه بإينه فلولا أرأى برهان ربه الله تعالى ألهمه البرهان أنك لو دفعتها هكذا لأخذت ذلك حجة عليك ولا قالت دفعني ليشبرني على الفاحشة لأن الأمرأة إذا أرادت كما يقال أنه تتبلع على شخص يعني في في مثل هذه الأمور يعني حتخزأتيابها من قدام وحتقول لها الناس ليكو هذا الإنسان أندفع نحوي بقصدي هذا والناس بيصدقوا إذا شايفوا طيابها مخزأة من قدام بيصدقوها فعادة هيك الناس بيغتبوا المظاهر فشو كان البرهان لأله أنه أعطيها ظهرك فهذا البرهان فأعطاها ظهرة هو اندفع نحو الباب فهي بدت تلحقه قبل ما يطلع أمسك السوبة من الخلف فتمزق القميص من الخلف وألف يا سيدها لدى الباب هي هنا لأ بدتتدافع عن نفسها دغري حتى ما عرفت حالة تورطت يعني فقالت له دغري لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم دغري بدتدافع عن حالة أنه هو اللي كان عم يتحرش فيها وشاهد شاهد من أهلها طفل بالمهد قال إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من قبل يعني من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين طيب من أين قد القميص؟ من خلف من الخلف فطلع هيك العزيز طيب من بين يوسف يندفع نحو الباب ليخرج وهي تلحقه وشقت قميصه من الخلف شو بعد بده؟ يعني الأدلة دامغة صحيح الأدلة دامغة لذلك هون اليوسف هو العزيز عزيز مصر بنفسه قال له يوسف أعرض عن هذا يعني لا تذكره للناس لأنه في فضيحة لأنه هو عن مرضه وقال لألا واستغفري لزنبك إنك كنت من الخاطئين فإذا ما قال له لأي يوسف استغفري لزنبك لأنه عارفين يوسف لم يهون بالزنة فمين صاروا هلأ المبارئينه يعني صاروا الطفل بالمهد العزيز بعدين النسوة في المدينة هي جابتهم حكتلهم وقالتلهم إنه أنا فعلت كذا وكذا لأنه هيك هيك وأعتدت لهن متكأة وجابتلهم نسكاكين وعطتهم نوع من الفاكهة بحاجة لتأشير ثم قالت يوسف خرج عليهم فلما خرج ومشى هن قطعنا أيديهن قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إنه إلا ملك كريم من جماله جذبوا بجماله لأنه كان هو جماله ظاهر سيدنا يوسف عليه السلام أنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام أجمل منه ولكن يوسف كان جماله ظاهرا فقطعنا أيديهن بعدين هن النسوة صار يقولوله لليوسف عليه السلام أنه أطعها فيما تريد وأن لا تحبسك وكذا فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يعني ومكس في السجن بضعة سنين بسبب هذا أنه رفض أن يعطيها ما أرادت فإذا النسوة بالمدينة كمان الشهود أنه كذا بعدين هي فيما بعد امرأة العزيز نفسها لما أول المنام للملك وبعث خلفه قال أسأل النسوة التي قطعنا أيديهن ما باله النسوة التي قطعنا أيديهن ما شو السبب يعني فقام الملك هم فتح تحقيق من جديد فالنسوة شهدنا بالخير لأنه ما رأينا عليه إلا الخير وأنه هو هيك هيك فقام جابها فقام هي هون كما ورد في القرآن قالت امرأة العزيز الآن حص حص الحق كان حص حص ظهر أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين هذا الاعتراف منها فإذا بعد كل هذه الأدلة الدامغة في القرآن الذي ينسب إلى نبي الله يوسف أو أي نبي من الأنبياء أنه زنى أو هم بالزنى والعياذ بالله يخرج من الإسلام لأن هذا الكلام ينافي منصب النبوة فإذا كل ما كان منافيا لمنصب النبوة لا يجوز على الأنبياء يعني لا يقع فيه الأنبياء صلواته ربي وسلامه عليهم أجمعين بارك الله فيك يعني كلام جميل جدا عن عصمة الأنبياء وعن صفاتهم الجميلة بارك الله فيك فضلت الشيخ ننتقل البشارات التي حصلت قبل وبعد ولادة سيدنا محمد فلو نبدأ بالبشارات التي حصلت من الأنبياء عليهم السلام الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ومما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز هذه الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين هذه الآية في سورة آل عمران دليل واضح على أن الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أنه إن بعث محمد وهو حي عليهم أن يؤمنوا به وينصروه ويؤيدوه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فإذن الأنبياء كانوا يعلمون ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله أخذ عليهم العهد أخذ عليهم العهد وكذلك هم أخذوا العهد على أتباعهم أنه إن بعث محمد وهم أحياء أن يؤمنوا به وينصروه ويتبعوه هذا شيء معروف وهذا ثابت في القرآن وفي الحديث فالأنبياء بشروا بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فبدءا من آدم عليه السلام وانتهاءا بعيسى عليه الصلاة والسلام كلهم بشروا ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقبل أن أذكر ما حصل مع آدم عليه السلام كما روى الحاكم في المستدرك ولكن نبين شيء أن الله تعالى ليس كمثله شيء الله تعالى ليس روحا ليس جسما ولا يوصف بصفات الجسم واليد إذا أضيفت إلى الله في القرآن أو الحديث لا يكون معناها الجارحة إنما تأتي بمعنى القدرة بمعنى النعمة بمعنى التشريف وغير ذلك المعنى الذي يليق في حق الله الحاكم روى في مستدركه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرتني فقال الله وهو أعلم من آدم بذلك فقال يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد قال يا رب إنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك يعني أمرت الملك أن ينفخ الروح مشرف فيه رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إليه وإذ قد سألتني بحقه فقد غفرت لك الله أكبر اللهم اغفر لنا بحق محمد فإذن هنا آدم عليه السلام بشر بهذا الكلام بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام والذي هو أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى وهذا رواه الحاكم في المستدرك فالله تعالى أمر بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ذكر في الكتب السابقة من ذلك قول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس فأذن موجود في التوراة والإنجيل والإمام أحمد روى أن رجلا من الأعراب قال جلبت جلوبة جلوبة بضاعيا إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام فلأسمعن منه قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم إن كان معه أبي بكر وعمر تبعتهم حتى أتوا على رجل كان من أهل الكتاب وكان قد نشر هذا الكتاب مع كون هذه الكتب حرفت يعني الكتب السماوية السابقة حرفت ولكن كان ما زال يقرأ في ذلك الكتاب وكان يوجد فيه بعض الأشياء الصحيحة فكان ذاك الرجل من أهل الكتاب وكان يقرأ في هذا الكتاب فيقرأها ويعزي بها نفسه عن ابن له كان أشرف على الموت يعني كان يقرأ عليه من هذا الكتاب التوراة كأنه فيها تحريف بس كان يقرأ عليه منها على ولده وولده كأحسن الفتيان وأجملهم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتاب كذا يعني هذا الكتاب الذي بين يديك صفتي ومخرجي فهز برأسه أي لا يعني عمل حركة برأسه أنه لا أنه لا أجد فابنه الذي كان يحتضر الذي كان على فراش الموت نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله فدخل في الإسلام لأنه يعرف أنه موجود فلماذا ذاك ينكر مجيئه وهو قرأ بعينه في هذا كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم فإذا هم يعرفون بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام قرأوا عن صفته قرأوا عن مبعثه قرأوا عن هجرته حتى قرأوا عن هجرته فكانوا يعرفون بهذا وإبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبة قال ما أخبر الله تعالى عنه في القرآن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عندما سئل كيف كان بدء أمرك قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم دعوة أبي إبراهيم هذه الآية التي قرأناها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وبشرى عيسى بن مريم هذا إشارة إلى ما جاء في صورة الصف عن سيدنا عيسى عليه السلام ومبشرا برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد وأحمد طبعا ومحمد كان له عدة أسماء وكان مشهورا في الكتب السابقة باسم أحمد كذلك فمشهور هذا الاسم كان هذا من جملة البشارات عيسى بشر به إبراهيم بشر به آدم بشر به وكذلك من الآية نعرف أن كل الأنبياء كانوا على علم وأيضا أكثر من هذا تعرف أن ليلة الإسرائي والمعراج الله جمع له كل الأنبياء فصلى بهم إماما هذا لشرفه صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك فضلت الشيخ حديث ممتع جدا عن هذه البشارات ونحب أن نسمع منك أيضا البشارات التي حصلت من غير الأنبياء بولادة سيد المرسلين أيضا هناك بشارات قبل وبعد ولادة النبي نعم من غير طبعا الأنبياء وكذا مما حصل مثل قصة سيف ابن زيازان وتبع أسعد الحميري هذا أيضا من القصص التي يعني ذكرت في أمره في كتب السير التبابع هم ملوك اليمن نعم يعني كل ملك كان حاكما لفترة على اليمن يعني حكمها ملوك لألاف سنين كان يقال له تبع كما يقال لمن حكم مصر فرعون يعني فرعون ليس أسم شخص معين ليس أسم شخص معين هو لقى كذلك مثلا بيقوله كسرة لمن ملك الفرس وقيصر لمن ملك الروم والنجاشي لمن ملك الحبشة وهكذا فتبع هو لقب والتبابع الجمع يعني معناه ملوك اليمن وهؤلاء العرب الذين كانوا حكموا اليمن مدة والله تعالى ذكر في القرآن بقوله أهم خير أم قوم تبع فإذا ذكروا هؤلاء يقال حين أقبل من المشرق بعد أن ملك البلاد جعل طريقه على المدينة المنورة كانت تسمى يسرب هذا تبع لإسم أسعد الحميري سنتكلم عنه الآن وكان حين مر بها في بدايته لم يهج أهلها ولم يؤذيهم يعني كلما مر من هناك لا يؤذي أهل المدينة وخلف مرة بين أظهرهم ابنا له ترك ولده هناك فقتل هذا الابنه اغتيانا يعني قتل ابنه تبع نعم فقدمها والده تبع الآخر بسمه لأنه في تبع الأول كما كان أبله هني تبابع فهذا الذي نتكلم عنه الآن تبع الآخر نعم فجاء وقد أجمع على تخريبها واستئصال أهلها وقطع نخلها بده يخرب المدينة هذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فجمع أهل المدينة وحذرهم وكان رئيسهم يومئذن عمر بن معاوي أحد بن النجار وهؤلاء بن النجار من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام واللي منهم خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري فاجتمع بهم وأخبرهم بما عزم عليه فحصل اقتتال يعني رفضوا فصاروا يقتتلون وحتى يذكر أن أهل المدينة وهم هذا الحي من الأنصار كانوا يقاتلون بالنهار ويقدمون له الضيافة بالليل سبحانه الله فكان يعجبه ذلك منهم ويقول والله إن قومنا لكرى فبينما هو ذات يوم هذا تبع الآخر إذ جاءه حبران يعني عالمان من علماء المسلمين من من كانوا على دين موسى عليه السنة جاء إليه لأن الإسلام هو دين جميع الأنبياء صحيح فجاءه حبران عالمان وطلبا أن يتكلما معه فقالا له يعني يقال أحدهما اسمه كعب والآخر أسد قالا له أيها الملك لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد يعني تدمير المدينة حيلة بينك وبينها إن لا تستطيع ولم نأمن عليك عاجل العقوبة يعني ليس هذا فقط مثل أبره الذي جاء ليهدم الكعبة كيف الله تعالى دمره بالطيور فهذا أيضا نبهه على ذلك قال ولماذا ذلك؟ قال عن المدينة هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان تكون داره وقراره فرأى تبع أن لهما علما فاتبعهم على دينهما ودخل في الإسلام معنى كان هو قوم يعبدون الأوسان قبل ذلك وفي بعض الروايات جمع أحبارهم وعلماءهم فأخبروه أنه سيخرج نبي من بني إسماعيل مولده مكة وهذه المدينة هي دار هجرته اسمه أحمد وأخبروه أنه لا يدركه فسأل عن صفته فقيل له رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عينيه حمرى يركب البعير ويلبس الشملة سيفه على عاتقه ولا يبال من لاق حتى يظهر أمره فقال تبع ما إلى هذا البلد من سبيل وما كان ليكون خرابها على يديه وقال تبع للأوس والخزرج أنه كانوا عاشين بالمدينة أقيموا بهذا البلد فإن خرج فيكم فآزروه وصدقوه وإن لم يخرج فأوصوا بذلك أولادكم سبحان الله فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أحمد والطبراني يقول لا تسب تبعا فإنه كان قد أسلم وفي رواية لا تسب أسعد الحميري فإنه أول من كسه الكعبة ومرة عائشة رضي الله عنها قالت كما أخرج الحاكم كان تبع رجلا صالحا ألا ترى أن الله زم قومه ولم يزمه قال أهم خير أم قوم تبع يعني لم يذكر هو تبع إنما زم جاء للقوم وأيضا أخرج ابن المنزر وابن عساكر عن سعيد ابن جبير بأن تبع أنكسى البيت يعني الكعبة وكان تبع إذا عرض الخيل قاموا صفا من دمشق إلى صنعاء اليمان ما شاء الله كان عنده جيش كبير فرجع منصرفا إلى اليمان وأثناء رجوعه مر على مكة المكرمة فطاف في البيت ونحر عنده وحلق رأسه وأقام فيها صار مسلما مؤمنا يعني ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل ثم رأى في المنام أن يكسوا البيت الكعبة فكساه وأوصى ولاته وأمرهم بتطيره وجعل له بابا ومفتاحا وتوفي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بنحو سبعمائة عام سبعمائة سنة يعني نعم وقصد الكعبة وكساه فكان من أوائل من كس الكعبة وقال الشعرا أو دعاه عند أهل المدينة فكانوا يتوارسونه كابرا عن كابر إلى أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا الشعر عند أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيدن هو من جملة من حفظه لأنه طلب أن ينقل هذا فسبحان الله لهالسنوات الطويلة كانوا يحفظونه فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة ونزل عند أبي أيوب الأنصاري وهو من أخواله من بن النجار يعني قرأ عليه هذه الأبيات التي قالها وفيها كان يقول شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم يعني خالق الأرواح فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم يعني هذا كلام أسعد الحملة وضعه أمانة ووصل يعني من خلال أجداد خالد كابراً عن كابر يعني مئات السنين تناقلوه وما زالوا يحفظونه سبعمائة سنة يعني أنت نحن الألف أربعمائين دعست النبي عليه الصلاة والسلام نحفظ أحاديثه نحفظ القرآن أنه إلى الآن فهني كان عنده الاهتمام بهذا الأمر كما تنفيزاً لوصيته حتى ذكر الزجاج أيضاً في كتاب نقل عن ابن أبي الدنيا في كتاب القبور ذكروا أنه حفر قبر بصنعاء باليمن نعم فبناحية حمير فوجد فيهم رأتان صحيحتان وعند رأسيهما لوح من فضة مكتوب فيه بالزهب هذا قبر لميس وحبة ابنتا تبع ما تتاوهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئاً وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما رحم الله تبعنا الآخر وابنتي الله يختم لنا بالحسنة فإذن تبع أسلام وهذا الذي ورد في أمر تبشيره ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً يروي ابن سعد في طبقاته قصة مفادها أن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال حضرت سوق بصرة بالشام فإذا راهب في صومعته يقول سالوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم فقلت نعم أنا فقال هل ظهر أحمد هكذا قال له هل ظهر أحمد بعده قلت ومن أحمد قال ابن عبد الله ابن عبد المطلب هو هذا شهره هذا أوانه الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء ومخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وسباخ إلى المدينة قال طلحة فوقع في قلبي من قال فخرجت سريعاً حتى قدمت مكة هو ما كان عارفين يعني ابو عثى النبي هو كان في الشام فرجع فوراً إلى المكة فعندما قدمت مكة قلت هل كان من حدث أنه في صار شيء بغيابه قالوا نعم محمد بن عبد الله الأمين تنبأ وقد تبعه ابن أبي قحافة أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه قال فانطلقت إلى أبي بكر فأخبرته بما قال الراهب هناك فخرجنا معاً فدخلنا على رسول الله فأسلمت على يديه وأخبرته بخبر الراهب فسر سروراً عظيماً بذلك يعني هذا كمان مما حصل مع طلحة أيضاً سيف بن زيازن وهذا كان أيضاً بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا أيضاً حكم أرض اليمن حكم أرض اليمن وعندما ذهب عبد المطلب إليه مع وفد من قريش يهنئونه عبد المطلب دخل عليه وزاكا قدمه أدخله وكان جالساً على سريره ما أراد أن يتكلم عبد المطلب أمام الناس عندما ذهبوا بقي عبد المطلب فسيف بن زيازن تكلم معه بعد أن طبعاً قال له كلاماً فيه مدح لكونه ملكاً ولكونه كذا فقال له عبد المطلب نحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنته بيت الله وأتينا إليك للتهنئة وليس للمصيبة فقال له أنتم قريش الأباطح قال نعم أنتم من قريش قال مرحباً وأهلاً ورحب ترحيباً عظيماً ثم قال لعبد المطلب أيهم أنت قال أنا عبد المطلب ابن هاشم قال إياك أردت ولك حشد هذا الذي أريده من هؤلاء الوفد أنت من أريد أقاموا شهراً كانوا يكرمهم ويهتموا لأمرهم ثم طلب من عبد المطلب أن يأتيه وحده فأتاه مرة واختلى به فقال لهم أنا عرفت أمرك ولذلك أريد أن ألقي عليك سراً لا تبح به لأحد وذكر له قال أجد في الكتب الصادقة والعلوم السابقة أنه سيحصل أمر عجيب قال ما هو أنه خاف أخبرني قال لا بل هو خير وسرور قال نبي يبعث من عقبك يعني سلالته ورسول من قرنك اسمه أحمد ومحمد وهذا زمانه الذي يولد فيه أو لعله قد ولد يموت أبوه وأمه يا الله ويكفله جده وعمه والله باعثه جهاراً وجاعن له مننا أنصاراً يعز بهم أولياءه ويزل بهم أعداءه تخمد عند مولده النيران نيران فارس ويعبد الواحد المنان ويزجل الكفر والطغيان ويكسر الأوسان قوله فصل وحكمه عدل يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله قال عبد المطلب على كعبك ودام فضلك وطال عمرك أفصح لي أكثر سبحان الله فقال له إنك يا عبد المطلب لجده يعني فخر عبد المطلب ساجداً سبحان الله فقال له سيف بني زيزاً كان ملكاً يعني قال ارفع رأسك سلج صدرك وطال عمرك وعلى أمرك فهل أحسست بشيء مما ذكرت لك أنه صار شي هيك قال عبد المطلب نعم أيها الملك كان لي ابن كنت معجباً به فزوجته كريمة من كرائم قومي آمنة بنت وحب فجاءت بغلام سميته محمداً وأحمداً مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعموه يعني نفس المواصفات التي ذكرت سيفاً يعني دائماً يعني دائماً يكرمهم هذا الملك وكان دائماً يتتبع أخبار مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يعني مات قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام نعم كلام جميل ويعني معلومات مهمة جداً مهم أن نعرفها لكن الآن سنتوقف لفاصل فضلة الشيخ ثم نتابع تبدى النور من هدينا خير نبينا يا حبيبي خير نبينا والكون قد سأتسينا والكون قد سأتسينا في ليلة الميلة يا حبيبي في ليلة الميلة سيف الموذي يزل قد بشر بالمصطفى الأظهر يا حبيبي بالمصطفى الأظهر ولبدومه كم أظهر عود إلى الكن مستمعين الكرام ومجددا نرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي نشكرك جزيلا شكر فضيلة الشيخ على كل هذه المعلومات التي سمعناها منك عن البشارات التي حصلت بولادة سيدنا محمد عليه السلام سنتابع معك بنفس الموضوع ومن القصص التي تروى ممن بشر بمبعثه وقدومه الراهب بحيرة فما هي القصة في ذلك وكم يوما مكف عنده هو يوم واحد فقط يعني ليس كما يحاول البعض أن يشوح حقيقة الأمر فيذكر بأنه تعلم عنده ولم يدرس عنده ولم يتعلم عنده جل القصة التي وردت في كتب السيار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا طفلا خرج مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام وكان من عادتهم أن يمروا بقرب الراهب بحيرة وكان في العادة لا يكرمهم ولا يلتفتوا لأمرهم إلا أنه في ذاك السفر نظر هذا الراهب بحيرة من صومعته هناك فرأى شيئا غريبا رأى الغمامة وهذه الغمامة من علامة أنه تظل النبي عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الطعام واستغربوا أنه عادة لا يفعلوا هذا فدعاهم ثم صار ينظر قال دعوتكم جميعا قالوا حضر الجميع إلا هذا الولد اليتيم ما ببقي إلا ذاك الولد الصغير قال أحضروه أنا عملت هذا للكل فأحضروه فصار ينظر إليه ويتأمله ثم نظر بين كتفيه فرأى خاتم النبوة فعندما رأى هذه العلامة خاتم النبوة بين كتفيه النبي عليه الصلاة والسلام عرف بأمره فسأل أبا طالب قال من هذا؟ قال هذا ابني ابني بأي معنى؟ بمعنى يعني كولدي حيث المكانة فقال لا ينبغي أن يكون له أب يعني حي الآن بل هو يتيم يعرف الصفات هو يعرف قال ارجع به بعدما شايف الغمامة تظله وراء العلامة قال له ارجع به فالبعض إن عرف بأمره لا تأمن عليه منهم فرجع به إلى المكة وهذا كل الذي حصل يعني هذه الفترة القليلة في ذاك اليوم في التجارة هذا الذي حصل فهذا الراهب بحيرة أيضا كذلك الراهب الذي أخبر طلحا عن مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وفي روايات أخرى أيضا يعني كلها تدل على أنه كثير ممن بشر حتى سلمان الفارسي في قصته الراهب الذي كان يخدمه في آخر فترة في حياته أيضا أخبره بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه علامات قال له يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة فسلمان الفارسي يعني بعدما مات هذا الراهب ذهب إلى المدينة وجاور هناك ثم صار يعني كان يعيش في المدينة ولما علم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف فطلب من سيده أن يعمل يوما لنفسه فأزن له فعمل واشترى شيئا من الطعام ينهان وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذه صدقة فالنبي وزع الطعام على من حوله وقال كل ولم يأكل هو منه فقال سلمان في نفسه هذه واحدة ثم عمل يوما آخر أيضا استأزن فجاء أيضا بشيء من الطعام وقال النبي هذه هدية فالنبي أكل منها فقال في نفسه هذه ثانية بقي ماذا؟ سالسة بين كتفيه خاتم النبوة فصار يعني يتردد خلف النبي وأمامه بده ينظر بده يشوف النبي انتبه له فألقى الرداء عن كتفيه فظهرت علامة النبوة فأسلم سلمان الفارسي وحسن اسلامه من أين عرف بهذا؟ من الراهب أيوة كثير من الأحبار كثير من الرهبان يعني أخبروا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله ذكر في القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما يعرفون أبناءهم يعني يعرفون صفته كما بينا نحن يعرفون مخرجه ومبعثه وهجرته حتى يقال أنه في رجل في المدينة عندما بعث النبي أو ولد النبي عليه الصلاة والسلام رأى نجما في الفضاء فهذا الرجل كان أيضا من هؤلاء فصار يقفز ويقول للناس طلع نجم أحمد طلع نجم أحمد كان يظن أنه سيخرج من بينه فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهو قرشي فزاكا كان يظن أنه سيخرج من المدينة قالوا له أما أنت الذي قلت طلع نجم أحمد قال لم يكن زاكا هذا من العناد وألا فهم في الحقيقة يعرفون بارك الله فيك فضيلة الشيخ السؤال الأخير اللي نطرحه ما هي البشارة التي تحصل للذي يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على هيئته الأصلية وماذا بالنسبة لمن لا يراه على هيئته الأصلية نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات قيل وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء ولا يوجد نبي بعده لا يبعث نبي بعده فانقطعت النبوة بموت النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي بقي المبشرات ما هي المبشرات الرؤية الصالحة من أجمل هذه الرؤى الصالحة أن يرى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام الله يرزبنا رؤيته على صورته يعني على هيئته التي كان عليها قبل وفاته عليه الصلاة والسلام يعني كما وردت صفته في الحديث أنه شديد سواد الشعر ولم يكن كس اللحية وسوداء ولم يكن فيها وفي شعر رأسه إلا نحو عشرين شعر بيضاء واسع العينين مع شدة البياض والسواد يعني سواد السواد وبياض البياض وكان أزج الحاجبين يعني من بعيد قد يرى الإنسان أو يظن يعني الصحابة إلى هذا كانوا يصفونه أنه قد يخيل لك أن الحاجب متصل بالحاجب ولكن لو اقتربت منهم مثل إيمن المتصلين وكانك مثل قوس يعني وكان طويلة الأهداب يعني الرموش نحن منهم كان أقنى الأنف يعلوه نور يعني حتى سبحان الله حجة يعني أنا لما بقرأ هالأحاديث كل مرة بتأثر بشيء الصحابة إلى أي مدى يركزونه نعم فبيوصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا كان له عرق بين عينيه هيدا العرق لا يظهر إلا عندما يغضب يغضب إن غضب لله لأمر إنه يظهر عليه الغضب هذا العرق يظهر أما في عدم الغضب لا يكون هذا العرق ظاهر يعني قديش بيكون هو هنا عم بيراء مون يعني بقولوا مفلج الأسنان يعني بين أسنانه في فرجة وصفوه وصفا دقيقا أسيل الخدين يعني ناعم الخدين كان أبيض مشرب بالحمراء ليس بالقصير ولا بالطويل البائن يعني الزاهب في الطول يعني ولكن هو من رأاه يقول عنه طويل ولكن هو من حيث الحقيقة معتدل أقرب إلى الطول من أول يعني وكان عريض ما بين المنكبين وكانت خطواته ثابتة الذي يراه على هذه الصورة في المنام هذه الصورة التي مات عليها عليه الصلاة والسلام يكون له البشرة بالوفاة على الإيمان وبإذن الله تعالى من أهل النجاح لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة نعم وفي رواية من رآني في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتزيى بي نعم معنى لا يستطيع أن يأخذ شكل النبي عليه الصلاة والسلام نعم هذه الصورة التي ذكرتها لك لا يستطيع أن يأخذها حتى في المنام لا يستطيع يعني شو سبحانه كراما للنبي عليه الصلاة والسلام لا في حياته بيقدر الشيطان يتشكل ولا بعد ما ما يدهي أنه حتى في المنام لا يستطيع نعم الله تعالى جعل هذا كرامة له فمن رآه في المنام على هذه الصورة هذا على ما يدل خير وبشرى لهذا الإنسان فسيراني في اليقظة هلأ بعض العلماء قالوا معناه يراه عند الحوض قبل دخول الجنة ولكن القول المعتمد الأرجح يعني أنه لا ما هو كل المسلمين حيشفوه عند الحوض قبل دخول الجنة سواء رأوه في المنام أم لم يروا طيب فإذا ما هي الميزة والعلامة الخاصة لهذا الذي رأاه في المنام قالوا فسيراني في اليقظة قبل الموت لو كان بعيد لو هم مثل بإسراني الله يجعل ما بينه وبين المدينة والنبي في قبره كالزجاج يعني كمان ينظر من الزجاج فيرى النبي وهو في قبره فيبشره مبتسما في وجهه وضاحكا يقول له أبشر برحمة الله ورضوانه الله يرزبنا رؤيته أدي الشايد جميلة يعني عند الموت يأخذ هذه البشارة ولما بيأخذ إنسان هذه البشارة ما بأبد الدنيا شو بدي يرجع للدنيا ماذا يوجد فيها عندما يأخذ هذه البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله فلذلك من تعلم يعرف ويميز بين هذه الأمور مرة ظهر دجال في بيروت هذا الدجال صار يقول للناس أنا اجتمعت برسول الله رأيت رسول الله جاءني وتكلمت معه كذا وكذا فالناس يعني كاده يفتنون به أنه هذا شغلي يعني ظنه فرجل متعلم من المشايخ طيبين عرف كيف يسأله قال له صف لي إياه كيف رأيته قال له له لحية بيضاء من البداية ظهر كذبه قال له لحية بيضاء قال له أنت كذب يقول شعره أبيض ولحية بيضاء النبي ليس شعره أسود يعني عندما مات شعره شديد السواد كان شديد السواد ولكن بعض الشعرات البيضاء كان نحو عشرين فقط يذكرون هل هذه الصورة من رأاه عليها هذه الصورة الحقيقية هذه صورته يعني أما من رأاه على غير هذه الصورة كأن رأى طفلا بتسير في بعض الأشخاص بيشوفوا طفل فيقع في قلبه في المنام أن هذا الطفل هو رسول الله ما هو الجواب الجواب أن جمهور العلماء قالوا تثبت له الرؤية كذلك يعني ينال تلك البشارة وبعض العلماء قالوا لا يكون له مثل بشارة من رأاه على هيئته سبحان الله الله ينزقنا رؤيته على هيئته آمين بارك الله فيك فضيلتي الشيخ بس جاءنا سؤال عبر الواتس أب من الأخ محمد حسني كثير مسرور بهال المعلومات اللي قدمت فضيلتي الشيخ وعم بيسأل هو أنه كم من السنين بين سيدنا محمد عليه السلام وبين موسى عليه السلام نعم موسى عليه السلام وعيسى كل هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل نعم يعني ما متكلم عن أنبياء بني إسرائيل يعني ما متكلم عن يعقوب عليه السلام لهو والد يوسف لأنه يعقوب عليه السلام اسمه أيضا إسرائيل نعم كما قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حظم إسرائيل على نفسه فإسرائيل هو نبي الله يعقوب زريته اسم بني إسرائيل طبعا منهم يوسف نحن نتحدث بالأول ثم من أولاد يوسف وبن يمين وأولاد إخواته أيضا جاء أنبياء داود وسليمان وموسى له جاء بالتوراة طبعا وعيسى عليه السلام من وقت يعقوب عليه السلام إلى وقت عيسى عليه السلام يوجد ألاف من السنين يعني بضعة ألاف من السنين بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في شيء ستمائة سنة ستمائة أما موسى عليه السلام كان أكثر بأكثر من ألف سنة يعني قبل عيسى عليه السلام بأكثر من ألف سنة لذلك عيسى عليه السلام عندما أبو عيسى من كانوا على دين موسى ويعرفون صفة عيسى أيضا مذكور شيء عن عيسى عليه السلام ورأوا المعجزات منه آمنوا به ومنهم لم يؤمن به بل كذبوه وأرادوا قتله ولكن الله حفظه ونجاه نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ كمان إحدى الأخوات عم تطلب الدعاء وتبدي إطراء على هذه الحلقة بارك الله فيك إن شاء الله تعالى طبعا أنتم عادة سباقون في برامج مميزة بتكون ولسيما هذه المواضيع التي تلين القلوب وتسلج الصدور وتضفي على هذه البرامج هيكل من نسمات يعني وعبير النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقواكم الله عز وجل هذا فيه خير عظيم الله تعالى نسأل أن يفيد علينا من بركات المولد وأن يجعل إن شاء الله هذه الذكرة تمر على المسلمين وهي مليئة بالخير والبركات لهم إن شاء الله عز وجل على حالنا يعني يتحسن إن شاء الله ويرفع البلاء والكرب عن المسلمين في كل بقاع الدنيا إن شاء الله بارك الله فيك فضلت الشيخ أمين وعفين أشكرك جزيل الشكر وندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون كل ما قدمته لنا اليوم في ميزان حسناتك بارك الله فيك ولكم بالمسلمين أمين السلام عليكم وعليكم السلام يا بشراء يا بشراء من أعظم أيامي يوم أراه هادينا بمنامي هادينا بمنامي يا بشراء يا بشراء من أعظم أيامي يوم أراه هادينا بمنامي هادينا بمنامي في الرؤيا من قد شاهد طاها خير الناس بل أعلى هم جاها نال الخير والنعم يلقاها يحظى بالموت على الإسلام بالموت على الإسلام يا بشراء يا بشراء يا بشراء يا بشراء من أعظم أيامي يوم أراه هادينا بمنامي هادينا بمنامي مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية وجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى ترجمة نانسي قنقر